السلام عليكم الاخوان كديرين لباس عليكم باخير صراحة بيتنا اضطر على مشروع القانون الجديد اضطر على مشروع القانون الجديد هذا القانون الجديد لا يجب ان اعطي رأيك في الشركات لا يجب ان تنتقد بعض المؤسسات وانا قد ارتقاء هذا الشخص ستذهب للحبس انا اريد ان اعطي الوقت انا مدون تقني 11 عام انا امبادة المباشر وانا اعطيه في الاوارات السؤالة التي يسولوني الناس انا اعتقد انه انا 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 من اработج اليهم انا اتبع لتلوانات امريقية امريكية الكثير من الاشتراكة او انا اعطين انا انا احبان انا اشترك هذا داب دابشي واحد سويني قال يوديها السئة من أشرائك في هذا الخدمة البنكية يا نرا خدمة وقالي يودي الرأي ديالي نمشي للحبز اي ورا هذا الشي رأى ما غاد يشيدوز حيث دارها حيث دارها انترنت وحيث والفنا أننا نقولوا رأينا في الانترنت وهذا المشروع هذا لا أعلم كيف أتصرب هذا القانون لا أعلم كيف أتصرب وكيف أتصرب وكيف أتصرب وكيف أتصرب هذا القانون ولكن ما يهمني أنه لا أعلم شيء حيث لا داز أنا كمدوين مارست التدوين التقني للمدة داخلنا في 12 سنة هذا القانون يقمعني ولا أعطي رأيي ديالي وليس يجب أن نزيد من التنافسين بين الشركات لأنني مثلا أنا مثلا يأتي واحد سيد يقول لك ودرأيك في هذا ويقول لي هل تدفون هنا أو لا رأى عندهم خطأ هنا عندهم طعف هنا عندهم هذا والناس طبيعية الحال كون أنني مؤثر يتطربوا هذا الشي ويلاحظوا هذا الشركات ويحاولوا أنهم يزيدوا من المنتجات ويزيدوا من الجودة يزيدوا في التنافسيات السوقية ويقول لهم ويقول لنا كوريا الشمالية لا فرقها بيننا وبين كوريا الشمالية كوريا الشمالية حبسوا لهم الانترنت عندهم ينجب على resignation هذه الصرف LI التعالية هذه الصافة وكانني ذكرت بأن هذه الصيف في هل هذه الصرف اذا كانت في المغرب لحياء الكوريا الشمالية اما هي الصيف لا ي installation لا يطوث لا يقديد لكن س SEC pai ويجب أستمر distribute وعلى مسألة هذه الصيف هذا التفاهل الذي كان في الانترنت وما كانوا نظره أن هذا الشيء ليس بارئ وهذا الأشخاص الذين يظهرون لنا هذا الشيء ليس بارئ رتجي شيء ما كان شيء بارئة حيث هم لا يمكنهم أن يقوموا لك الانترنت لا يمكنهم أن يكونوا دائما كخصنا تخصات بند الديمقراطية ولكن في الداخل كانت تسميم وهذا الشيء اللي وقع دابا هم خرجوا لها طي طي هذا الشيء اللي وقع دابا خرجوا لها طي طي أش نفعني الانترنت دابا أش نفعني انترنت دابا إلا أنا اللي قلتا قد يمشي للحبز فاش نفعه وأنا تكون مطبسة تقولوا اللي يبغيته وهذا القوانين هذا القوانين هذا القوانين ديال البطرونة هذا القوانين ديال البطرونة هذا القوانين أنا أحنا ماشي باهم عنديك خلال في منتوج معين في خدمة معينة سين حسنها؟ عوض جيانة الدليا لكمامة باش منها درج خايف أنك تتخشم خايف أنك تتخشم أنا خدم على المنتوج ديالك عوض أن الدليا قانون قانون رجال الأعمال ويجيانة في الأخير تخليني سكسركت مقد جندوي فرع اللي خاصة عرفوا أخوتي المغاربة اللي خاصة عرفوا أخوتي المغاربة هاتش رعا مخصوش يجوز وإلا كانت مسألة جلس النبض رخصنا نبينو اليوم أننا كان مغاربة واعيين وهذا القانون وهذا القانون لا يوجد صالح هنا وكما أنت لا يوجد صالح حتى هذا ما نجاوزنا هذا ما نجاوزنا هذا الطريقة تطريقة تطريقة تصوير تطريقة تصوير الصياغة لا نجاوزنا نجاوزنا هذه المرحلة نحن نجاوزنا الله يجازيكم بخير وما تزيدون تكفرون صعب الله لا تزيدوا تكفرون لا تزيدوا تكفرون السلام عليكم ورحمة الله الله يل أقولي أن هذه أخصنا لم أفهمت أنا أردت أرأيها أردتها الرأي أجدوا أنها بالحبس ألاج إلى الرأي أهل أن أفهم هذا لا تضف عليك هذا القطع اه انا قبل ان انسالي انا معاكم في احد المسألة قانون الأخبار الزائفة قوانين التي تؤثرنا عنها فلا تقمع لكي تقمع لدينا القانون يجب أن تقوم بمجموعة من القوانين التي تريد أن تقزم فيها الحرية سمح لي قانون جيد هذا الأخبار الزائفة ويجب أن تقوم بمجموعة من القوانين ولم يجب أن نتركه السلام عليكم